يستمر الخناق والإغلاق وتستمر حملات الاعتقالات والمداهمات في مناطق عدة من محافظة الخليل التي سجلت جملة من الاعتداءات الإسرائيلية التي ينفذها جنود الاحتلال والمستوطنون ويتبادلون الأدوار في الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم منطقة تعتبر من المناطق القريبة من المستوطنات الجاثمة على أرضنا في جنوب الخليل وهذا المستوطن الوقح الذي يتعامل مع الناس بعنف ويوم يوم يوم يتعرضون الإساءات منه ومن جنود الاحتلال ولكن شعبنا صامد وأهلنا صامدون في هذه الأرض وبعد 7 أكتوبر أيضا زاد اعتداءاتهم على مناطقنا وعلى أرضينا ولكن نحن دائما مع مواطنين الذين يبقون صامدين في هذه الأرض وفي الجنوب من مدينة الخليل وتحديدا في التجمعات السكانية في مسافريطة ما زال الاحتلال ينفذ مزيدا من الاعتداءات من مداهمة وتجريف واخطارات وهدم والتي زادت وثيرتها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لتبنير مخططاته تهوينية القديمة الحديثة على حساب المواطنين وممتلكاتهم هناك هجمة شرسة تمارس حاليا طبعا بحق الشجر والحجر والإنسان في هذه المناطق والتي تهدف الدرجة الأولى كما ذكرنا إلى عملية تهجير قسري لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق خاصة منطقة مسافريطة هناك 16 تجمع سكاني تتعرض لعملية تطهير هرقي هناك اتداءات دائمة مستمرة من قبل عصابات المستوطنين الذين يقومون طبعا بعمليات الاتداء على هؤلاء المواطنين وهم متسلحين طبعا بسلاح الجيش الإسرائيلي وأيضا يلبسون لباس هذا الجيش أما في باقي أرجاء المحافظة لا يمر يوما إلا وتسجل فيها عمليات اعتقال ومداهمة إلى جانب الإغلاق الذي زاد من معاناة المواطنين اليومية وتحويل جنود الاحتلال مفارق الطرق والمداخل الرئيسة والفرعية إلى مناطق رهب نتيجة تمركزهم الدائم واستفزاز المواطنين عزم بنا تلفزيون فلسطين الخليل